بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا تُباشِروهنَّ وأنتم عاكفون في المساجد أي لا تقربُهنَّ ما دُمتم عاكفين في المسجد وكذا قال مجاهد وقتادَ وغيرُ واحد رحمهم الله أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية الاعتكاف لُزومُ المسجد للاشتغال بذكر الله وتلاوة القرآن وعبادة الله تعالى فإذا كنت معتكفًا لا يجوزُ أن تقربَ امرأتك حتى ولو بالليل حتى ينتهي الاعتكاف قال ابن أبي حاتم رحمه الله ورُوِيَ عن ابن مسعود رضي الله عنه ومحمد بن كعب ومُجاهد وعطاء والحسن وقتادَ والضحَّاك والسُدِّي والربيع بن أنس ومُقاتِل رحمهم الله قالوا لا يقربها وهو معتكفٌ إذا كنت معتكف في المسجد لا تقرب زوجتك حتى بالليل حتى ينتهي الاعتكاف وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المُتفَق عليه عند العُلماء رحمهم الله أن المعتكف يحرُم عليه النساء ما دامًا معتكفًا في مسجده ولو ذهب إلى منزله لحاجةٍ لابُدَّ له منها يعني كالبول والغائط فلا يحلُّ له أن يتلبَّث أن يمكُث فيه إلا بمقدار ما يفرُغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو أكل وليس له أن يُقبِّل أمرأته ولا يضمَّها إليه ولا يشتغل فيه ولا يشتغل بشيءٍ سوى اعتكافه ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مارٌّ في طريقه وللاعتكاف أحكامٌ مُفصلة في بابه منها ما هو مُجمع عليه بين العُلماء ومنها ما هو مُختلفٌ فيه وقد ذكرنا قطعةً صالحةً من ذلك في آخر كتاب الصيام ولله الحمد الإمام بن كذير له كتاب فذكر فيه في آخر كتاب الصيام ما يتعلَّق بالإعتكاف رحمه الله ولهذا كان الفُقهاء رحمهم الله المُصنِّفون يُتبِعون كتاب الصيام بكتاب الاتكاف اقتداءً بالقرآن العظيم فإنه نبَّه على ذكر الاتكاف بعد ذكر الصوم وفي ذكره تعالى الاتكاف بعد الصيام إرشادٌ وتنبيهٌ على الاتكاف على الاتكاف على الاتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام والاتكاف هو الاشتغال بذكر الله وتلاوة القرآن والبُعد عن شواغل الدنيا تقرُّبًا إلى الله عز وجل كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفَّاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده رضي الله عنهن أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبالصحيحين رحمهم الله أن صفية بن تحيي أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكفٌ في المسجد فتتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها وكان ذلك ليلاً وكان ذلك ليلاً فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها وكان منزلها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما في جانب المدينة فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار رضي الله عنهم فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا يعني في المشي وفي روايةٍ تواري أي اختفي أي حياءً من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي لا تستعجل إنها صفية بن تحيي أم الممنين أي لا تسرعا واعلما أنها صفية بن تحيي أم الممنين رضي الله عنها أي زوجتي فقال الأنصاريان سبحان الله يا رسول الله أي لما تخبرنا نحن لا نظن فيك إلا كل خير فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرًا الرسول صلى الله عليه وسلم خاف عليهما أن يوسس لهما الشيطان بسوء فيهلك فأخبرهما أنها أم الممنين صفية رضي الله عنها قال الشافعي رحمه الله أراد عليه السلام أن يُعلم أمته التبرِّ من التهمة في محلها ينبغي المسلم أن يجذنب التهمة لألا يقع فيه محذور وهما كان الأنصاريان رضي الله عنهما أتقى لله أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله أعلم ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه ولا تُباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد المراد بالمباشرة الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانق ونحو ذلك فلا يجوذ للمعتكف أن يقبل أو يعانق امرأته حتى ولو بالليل فأما معاطات الشيء ونحوه فلا بأس به يعني إذا أعطاه شيء أي هي أو هي أعطته شيء لا بأس تناول الأشياء لا بأس وأما التقبيل والمعانق فهذا ممنوع فقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني أن يقرب إلي رأسه فأرجله أي أمشطه وأنا حائض النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويدخل رأسه إلى حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي حائض وهو معتكب فتمشط رأسه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان كالبول نحوه قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة فالمعتكب لا يتصل لا يعمل أشياء خارج الاعتكاف وقوله تعالى تلك حدود الله أي هذا الذي بيَّنناه وفرَضناه وحدَّدناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرَّمنا وذكر غاياته ورخصه وعزائمه حدود الله أي شرعها الله وبيَّنها بنفسه فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتعتدوها فعلى المسلم أن يتمسك بشرع الله لا يخرج عن شرع الله وكان الضحاك ومقاتل رحمهم الله يقولان في قوله تعالى تلك حدود الله أي المباشرة في الاعتكاف لا يجوز للمتكف أن يرسق جسده بجسد دمراته لا بالليل ولا غيره حتى يتم الاعتكاف وقال عبد الرحمن ابن الزيد ابن أسلم رحمه الله يعني هذه الحدود الأربعة ويقرأ أحل لكم ليلة الصياب الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتم الصيام إلى الليل قال وكان أبي رحمه الله وغيره من مشيقتنا يقولون هذا ويتلونه علينا كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بيَّن الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بيَّنات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف الرحيم الحمد لله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإلم وأنتم تعلمون قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الرجل يكون عليه مال يعني يكون عليه دين وليس عليه فيه بيِّن صاحب الحق ليس عنده شهود ويجحد المال ينكر ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حرام فالله حذَّر من ذلك وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلى الحكام أي تعطوا الرشوة وكذا روي روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتاد والسد وبقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله أنهم قالوا لا تُخاصِم وأنت تعلم أنك ظالم وقد ورد في الصحرحين عن أم سلم أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعلَّ بعضكم أن يكون ألحن أي أفصح بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها فذلَّت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر ولا يحلُّ في نفس الأمر حراماً هو حرام ولا يحرِّم حلالاً هو حلال وإنما هو يُلزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وذره فحكم الحاكم لا يُحلِّل لك مال الغير لأن الحاكم إنما يحكم بما ظهر له من الشهود فإن كنت تعلم أنك ظالم لا تأخذ ما أحرَّم الله عليه ولا تظن أن حكم الحاكم يبيح لك الحرام وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يُغيِّر الشيء في نفس الأمر ولا يُحلُّ في نفس الأمر حراماً هو حرام ولا يُحرِّم حلالاً هو حلال وإنما هو يُلزِم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وذره أي الظالم ولهذا قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً أي طائفةً من أموال الناس بالإلم وأنتم تعلمون أي تعلمون بُطلان ما تدَّعونه وتروجون في كلامكم قال قتادا رحمه الله اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يُحلُّ لك حراماً ولا يُحقُّ لك باطلاً وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهدُ ويشهدُ به الشهود والقاضي بشر يُخطِي ويُصيب وأعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم ترقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للحق بأجودة مما قضى به من المبطل على المحق في الدنيا فيقضي على المبطل للمحق بأجودة مما قضى به للمبطل على الحق في الدنيا وقال أبو حنيفة رحمه الله حكم الحاكم بالطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهداء زورٍ في نفس الأمر ولكنهما عدلان عنده يحلُّها للأزواج حتى للشاهدين ويحرِّمها على زوجها الذي حُكم بطلاقها منه وقالوا هذا كلعان المرأة إنه يُبينُها من زوجها ويحرِّمها عليه وإن كانت كاذبة في نفس الأمر ولو علم الحاكم بكذبها لحدها أي أقام عليه الحد ولما حرَّمها وهذا أولى مسألة قال القرطبي رحمه الله أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولوما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق يكون فاسق الذي أكل مال الحرام يعتبر فاسقا وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة المعتزلة الطائفة ضالة لا يفسق إلا بأكل مئتي درهم فما زاد ولا يفسق بما دون ذلك وهذا باطل ولو كان مسواكا وقال الجبائي يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه على كل حال أكل المال الحرام حرام ولو كان بشيء يسير فعلينا أن نجتني بالحرام اللهم اغنلنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا رحم الراحمين يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة الهلال في أول شهر نحيف رفيع سألوه عن ذلك فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعلمون بها حل دينهم يعني وقت سداد الدين وعدة نسائهم ووقت حجهم يعرفون بالهلال التاريخ فقال أبو جعفر رحمه الله عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحلدينهم وكذروا عن عطاء والضحاك وقتادة والسد والربيع بن أنس رحمهم الله نحو ذلك وقال عبد الرزاق رحمه الله عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته أي لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم أي صار هناك الصحاب فعدوا ثلاثين يوما أي أكملوا العدة ثلاثين يوما ورواه الحاكم رحمه الله في مستذركه من حديث بن أبي رواد به وقال كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب رحمه الله وهو الصحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة فإذا رأيتم الهلال عن هلال رمضان فصوموا وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا فإن أغمي عليكم نبي الصحاب ونحوه فأكملوا لعدة ثلاثين وكذا روية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كانوا أي في الجاهلية كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره يأتون من وراء البيت لا يأتون من الباب فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى تقوى الله وامتثال الأوامر والتناب النواهي وأتوا البيوت من أبوابها وكذا رواه أبو داود الطيارس حمه الله عن شعب عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كانت الأنصار إذا قدموا من سمر لم يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه الآية فالله عز وجل قال فأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها وكأنعم وقال الأعمش رحمه الله عن أبي سفيان رحمه الله عن جابر رضي الله عنه كانت قريش تدعى الحمص بلقبول بالحمص وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة ابن عامر الأنصار رضي الله عنه فقالوا يا رسول الله إن قطبة ابن عامر رجل تاجر وإنه خرج ماءك من الباب فقال له ما حملك على ما صنات قال رأيتك فعلته ففعلته كما فعلت فقال إني رجل أحمس أي من قريش قال له فإن ديني دينك فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها البر امتثال الأوامر واجتناب النواهي رواه ابن أبي حاتم رحمه الله ورواه العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه ما بنحوه وكذا رويا رويا المجاهد والزهري وقتاد وإبراهيم النخاي والسد والربيع بن أنس رحمهم الله وقال الحسن البصري رحمه الله كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا خرج من بيته يريد سفر الذي خرج له ثم بدى له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفر لم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره يعني من فوق الجدار من قبل ظهره فقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقال محمد بن كعب رحمه الله كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله هذه الآية وقال أن ذلك أدنى أي أقرب إلى البر فقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى تقوى الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وقوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون أي اتقوا الله ففعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجزيكم بأعمالكم على التمام والكمال فعلى المسلم أن يتبع شرع الله ولا يفعل شيئا من قبل رأيه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد حرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة في قتال الكفار الذين لم يُسلموا فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقاتل من قاتله ويكفُّ عن من كفَّ عنه حتى نزلت سورة براءة وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم حيث قال هذه منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذه الآية نسخت قاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلوا لكم ولا تعتدوا هذه كانت أولا ثم نسخت بهذه الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال ابن كثير وفي هذا نظر لأن قوله الذين يُقاتلونكم إنما هو تهييج يعني ترغيب وإغراء بالأعداء الذين همَّتهم قتال المسلمين وأهله أي كما يُقاتلونكم فقاتلوهم أنتم كما قال عز وجل وقاتل المشركين كافَّ كما يُقاتلونكم كافَّ ولهذا قال في هذه الآية وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ أي لِتَكُنْ هِمَّتُكُمْ مُنْبَعِثَةَ على قِتَالِهِمْ كما أن همَّتَهُمْ مُنْبَعِثَةَ على قِتَالِكُمْ وَعَلَى إِخْرَاجِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ التي يَخْرَجُوكُمْ مِنْهَا قِصَاصًا أي كما يَخْرَجُوكُمْ وَقَدْ حُكِيَ عن أبي بَكَرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة أُذٍنَ لِلَّذِينَ يُّقَاتَلُونَ بِآنَّهُمْ ظُلِمُوا وهو الأشهر وبه ورد الحديث أول ما نزل في القتال بعد الهجرة أُذٍنَ لِلَّذِينَ يُّقَاتَلُونَ بِأنَّهُمْ ظُلِمُوا في سورة الحج ورد الحديث وبه ورد الحديث وقوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي أي ما نهى الله عنه كما قاله الحسن البصري رحمه الله من المثلة وهو قطع أنف الكافر أو أذنه أو غير ذلك هذا ممنوع والغلول أي أخذ المال بغير حقه وقتل النساء والصبيان والشيوخ أي الشيبة الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان العباد وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم رحمهم الله ولهذا جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن بريد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أغذوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغذوا ولا تغلوا أي لا تأخذوا شيئا من الغنيمة قبل القسمة ولا تغدروا أي لا تنقضوا العهد ولا تمثلوا أي لا تقطعوا الأنوف والأذان ولا تقتلوا وليدا أي طفلا ولا أصحاب الصوامع الذين هم مشغولون بالعبادة رواه الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال خرجوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا أي لا تنقضوا العهد ولا تغلوا لا تأخذوا من الغنيمة الشيء قبل القسمة ولا تمثلوا لا تقطعوا أهذان وأنوف الكفار ولا تقتلوا الولدان أي الصغار ولا أصحاب الصوامع العباد رواه الإمام أحمد رحمه الله ولي أبي داود رحمه الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعا نحوه وبالصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة في بعض مغاز النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان الكفار المقاتلون يقاتلون وأما النساء والصبيان الذين لم يقاتلوا لا يقتلون بل يكونوا سبي يؤثرون وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا مصعب بن السلام حدثنا الأجلح عن قيس ابن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثا وخمسا وسبعة وتسعة وأحد عشر وضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم وعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونا بعدما نصر الله الضعفاء ظلموا فالله عز وجل أسخط عليهم لا تعتدوا لا تزيدوا على الحد هذا حدث حسن الإسناد ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يلق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاتداء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ما هم مجتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل ولهذا قال والفتنة أشد من القتل قال أبو مالك رحمه الله أي ما أنتم مقيمون عليه أي من الشرك أكبر من القتل وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتاد والضحاك والربيع بن أنس رحمهم الله في قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل وقال أشد لأنه وقال أحسن وقال أحسن وقال أحسن وقال أحسن هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره الشجر الذي نبت من الله لا يقضع في حرم ولا يختلى خلاه أي لا يأخذ الحشيش الذي نبت من الله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم يعني أذن له لكسر الأصنام وإبطال الشرك يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة فإنه فتحها عنوى أي بالجهاد وقتلت رجال منهم عند الخندمة اسم مكان وقيل صلحا لقوله من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقد حكى القرطبي رحمه الله أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ قال قتادة نسخها قوله فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم قال مقاتل ابن حيان رحمه الله نسخها قوله فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وفي هذا نظر قول ابن كثير رحمه الله وفي هذا نظر وقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين يقول تعالى لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه إذا بدأوا فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصيال أي للأتداء كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألَّبت اجتمعت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ ثم كفَّ الله القتال بينهم فقال عز وجل وهو الذي كفَّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وقال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم يعني كانوا يختفون بمكة لم تعلموهم أن تطاؤوهم فتصيبكم منهم معرَّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيَّلوا أي تميَّزوا لعذَّبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا فالله عز وجل قدر الصلح حتى لا يُقتلَى المؤمنون الذين يختفون بالإيمان في مكة حكمةٌ من الله عز وجل وقوله فإن انتهوا فإن الله غفورٌ رحيم أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله غفورٌ رحيم يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره لمن تاب منه إليه ثم أمر تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شِرك قاله ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادا والربيع ابن أنس ومقاتل ابن حيان والسُدِّي وزيد بن أسلم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شِرك ويكون الدين لله أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أي لإظهار الشجاعة ويقاتل حمية عن يُدافع جماعة ويقاتل الرياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو بسبيل الله وأما الذي يقاتل لإظهار الشجاعة هذا الرياء ليس له شيء والذي يقاتل حمية عن قومه لا وإلا يريد وجه الله أو يقاتل الرياء كل هذا قتال باطل إنما الذي قاتل لإعلاق كلمة الله ونصر الدين الله هذا هو في سبيل الله وبالصحيحين رحمهم الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين يقول فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك وهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين وهذا معنى قول المجاهد لا يقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان ومن ها هنا المعاقبة والمقاتلة فقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولهذا قال اكرم وقتاد رحمهم الله الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله أي المشرك الكافر وقال البخاري رحمه الله قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبان رضي الله عنهما فقال إن الناس صنعوا يعني قاتلوا وأنت ابن عمر رضي الله عنهما وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج قال يمنعني أن الله حرم دم أخي هذه فتنة المسلمون قاتلوا المسلمين فلذلك ما خرج قال يمنعني أن الله حرم دم أخي قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة يعني شرك وكان الدين لله وأنتم أهل الفتنة تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله زاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريه عن بكر بن عمر المعافري أن بكير بن عبد الله حدث عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال له يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه فقال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس الإيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عمر رضي الله عنهما فعلنا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم أين قاتلنا في سبيل الله وكان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة قال فما قولك في علي وعثمان رضي الله عنهما قال أما عثمان رضي الله عنه فكان الله عفعا وأما أنتم فكرهتم من تعفو عنه وأما علي رضي الله عنه فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتنه أي زوج ابنته وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون رضي الله عنه رضي الله عن صحابة رسول الله يا أيها الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمهن ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين قال اكرم عن ابن عباس رضي الله عنه والضحاك والسد ومقسم والربيب بن أنس وعطاء وغيرهم رحمهم الله لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة عام الحديبي وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت منعوه من إتمام العمر وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القادة وهو شهر حرام حتى قاضاهم أي صالحهم على الدخول من قابل أي من السنة المقبلة فدخلها في السنة الآتية سنة سبعين هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إصحاق من عيسى حدثنا ليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن لرسول الله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغذى أي إلا أن يبدأه الكفار إلا أن يغذى ويغذو فإذا حضره فقام حتى ينسلخ أي حتى يخرج الشهر الحرام هذا إسناد صحيح ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية إن عثمان رضي الله عنه قد قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين فالناس قالوا أن عثمان قتل وذلك كذب فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل وكان قد بعثه برسالة إلى المشركين بايع أصحابه عند الشجرة للجهاد في سبيل الله وكانوا ألفا وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين فلما بلغ أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل كف عن ذلك وجنح أي مال إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان وكذلك لما فرغ من قتال هواز يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف أي أكثرهم عدل عدل إليها أي مال إليها فحاصرها ودخل ذو القادة وهو محاصرها بالمندنيق وآلة يُرمى بها واستمر عليها إلى كمال أربعين يوم كما ثبت في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجاران حيث قسم غنائم حنين وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام ثمان صلوات الله والسلامه عليه وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها وروا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نزلت بمكة حيث لا شوكة أي ليس هناك قوة ولا جهاد ثم نسخ بآية الجهاد بالمدينة وقد لدى هذا القول ابن جريل وقال بل هذه الآية مدنية بعد عمرة القضية وعزى ذلك إلى مجاهد حمه الله وقد أطلق هاهنا الاتداء على الاقتصاص من باب المقابلة كما قال عمر بن أم مكبن عمر بن أم بكلثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وقال ابن دريد لي سواء إن موالي سواء للنواء إن تعاد النواء إن تعاد التواء إن تعاد التواء إن تعاد التواء وقال غيره ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولفرس للجهل بالجهل مسرج ومن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعريجي فإني معوج ومن رام تعويجي فإني معوج وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأهيد في الدنيا والآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرت أجمعين قال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق أخبرنا النظر أخبرنا شعب عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حزيف رضي الله عنه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك قال نزلت في النفق أي لا تبخلوا عن الإنفاق في سبيل الله ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن الحسن ابن محمد ابن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به مهل قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتاد والسد ومقاتل ابن حيان رحمهم الله نحو ذلك وقال الليث ابن سعد رحمه الله أن يزيد ابن أبي حبيب رحمه الله أن أسلم أبي عمران رحمه الله قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية اسم بلد على صف العدو حتى خرق رجل واحد ألقى بنفسه في كف في صف العدو حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرق ومعنى أبو أيوب الأمصار رضي الله عنه فقال فقال ناس ألقى بيده إلى التالك فقال أبو أيوب رضي الله عنه نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا أي نتناجى فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله وكثر أهله وكنا قد آثرنا أي قدمنا على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب وأوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا وأنفقوا بسبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك فكانت التهلك في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد الهلاك هو ترك الجهاد والاشتغال بالدنيا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وعبد بن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويا والحافظ أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيخه والحاكم في مستدركه كلهم من حديث يزيد ابن أبي حبيب به رحمهم الله وقال الترمذي رحمه الله حسن صحيح غريب وقال الحاكم رحمه الله على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولفظ أبي داود رحمه الله أن أسلم أبي عمران رحمه الله كنا بالقسطنطينية سنبلد وعلى أهل مصر عقبة بن عامر رضي الله عن أميرهم وعلى أهل الشام رجل يزيد يزيد فضالة بن عبيد رحمه الله فخرج من المدينة صفٌ عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على الروم نصارى حتى دخل فيهم ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلك فقال أبو أيوب رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم لتتأولون أي تفسرون هذه الآية على غير التعويل وإنما نزلت فينا معشر الأنصار وإن لما أعز الله دينه وكثر الناصر قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصرحناها فأنزل الله هذه الآية وأنفقوا بسبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فالاشتغال بالدنيا وترك الجهاد هو الإلقاب وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي للتهلكة قال لا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إنما هذا في النفقة أي لا تمسك عن النفقة فتلقي بيدك إلى الهلك أنفق مالك في سبيل الله رواه بن مردويا وأخرجه الحاكم في مسجدرك رحمهم الله من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به رحمهم الله وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه ثوري وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه فذكره وقال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك ولكن التهلك أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلك ولا يتوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثنا ابن الرحمن ابن خالد ابن المسافر عن ابن الشهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق بلد الشام فانطلق رجل من أذ شنوء قبيلة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثا إلى عمر بن العاص رضي الله عنه فأرسل إليه عمر فرده وقال عمر قال الله ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلك وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلك ليس ذلك في القتال إنما هو في النفق أن تمسك بيدك عن النفق في سبيل الله ولا ترق بيدك إلى التهلك فالإمساك عن النفق في الجهاد حلاك وقال الحسن البصري رحمه الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو البخل أن تبخل بما أطاك الله وقال السماك بن حرب رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله يقبل التوبة ممن تأب اللهم اغفر لنا وتوب علينا رواه ابن مردوية رحمه الله وقال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن عبيدة السلمان والحسن وابن سيرين وأبي قلابة رحمهم الله نحو ذلك لأن نحو قول النعمان بن بشير رضي الله عنهما إنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر فيلقي بيده إلى التهلكة أن يستكثر من الذنوب فيهلك ولهذا روا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما التهلكة فكان أفضل زادا من الآخرة وقال أن يغفرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله وأنفقوا بسبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير النفقة فإما يقطعوا بهم وإما كانوا عيالا أي فقراء فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشي وقال لمن بيده فضل أحسنوا إن الله يحب المحسنين ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوي به المسلمون فيما يقوى به المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضًا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب اللهم بلغنا حج بيتك الحرام والعمرة بالعفو والعافية والصحة والسلامة والقبول والتوفيق وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسب فأمر بإتمام الحج والعمرة وظاهر الصياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ولهذا قال بعده فإن أحسرتم أي صددتم أي منعتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشروع في الحج والعمرة ملزمٌ يعني إذا أحرمت يجب عليك الإتمام ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قبل سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما قولان للعلماء رحمهم الله فإذا أحرمت وجب عليك الإتمام وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصى ولله الحمد والمن وقال شعبا عن عمر بن مرى عن عبد الله بن سلم عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله قال أن تحرم من دويرة أهلك يعني من بلدك وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وسائد ابن جبير وطاوس وعن سفيان الثوري رحمهم الله أنه قال في هذه الآية إتمامهما أن تحرم من أهلك أي من مكانك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات ليس أن تخرج للتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت له حجلت أو تمرت وذلك يجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره